بعد عشرة أشهر مضت على اتفاق الحديد الذي شغل اهتمام المجتمع الدولي وكل من الحكومة والانقلابيين الحوثيين ومعهما التحالف بات الاهتمام باستحقاقات هذا الاتفاق محصورا بالإحاطات الشهرية التي يقدمها إلى مجلس الأمن الدولي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث اتفاق الحديد مؤشر إلى ما سيؤول إليه الوضع بعد ذهب السلطة الشرعية خلف الضغوط السعودية الإماراتية وتوقيعها المرتقب على اتفاق جدا مع الانقلابيين الجدد في جنوب البلاد بالنظر إلى توفر الأسباب والظروف ذاتها التي جعلت الحكومة عاجزة تماما عن تغيير الوقائع على الأرض بعد كل اتفاق ألمانيا للتحادية تحاول على ما يبدو إجراء نقاش حول تطورات اتفاق الحديدة وذلك في لقاء أجراته السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا مولار هولتكمبر مع وزير الخارجية محمد الحضرمي الذي أكد لها أن حل موضوع قوات الأمن والسلطة المحلية المرتكز على العودة لقوائم قوات الأمن قبل انقلاب 2014 من شأنه أن يكون مدخلا ومفتاحا لتنفيذ اتفاق الحديدة الوزير الحضرمي شدد في الوقت نفسه على أن الذهاب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ الاتفاق في الحديدة سيشجع ميليشيا الحوثي على عدم تنفيذ أي اتفاقية مستقبلية وتكرار سيناريو تهربها من تنفيذ التزاماتها موضوع اتفاق الحديدة كان أيضا محور نقاش أجره وزير الخارجية مع سفير مملكة النرويج لدى اليمن أوي فندستوكا وفيه لفت الوزير الحضرمي إلى التعنت الذي تظهره ميليشيا الحوثي والمعرق لتنفيذ اتفاق الحديدة أحد أهم ما توصلت إليه تفاهمات السويد يأتي ذلك في ظل شحة المعلومات عن تحركات رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبهيج جوها والوفد المرافق له الذي وصل الأربعاء إلى العاصمة صنعاء ومنها سينتقل إلى مدينة الحديدة في أول تحرك ميداني له منذ تسلمه منصبه في السابع من الشهر الجاري وبالتزامن مع وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى صنعاء وصلت إلى مدينة زبيد ومحيطها وإلى مشارف مدينة حيس جنوب الحديدة أعداد من المقاتلين الحوثيين مزودين بمختلف الأسلحة لتعزيز أنشطة الميليشيا العسكرية في هذه المناطق فيما وصفه المراقبون بأنه إشارات سلبية لمدى استعداد الميليشيا للتعاطي مع كبير المراقبين الجديد وهو الثالث الذي يتسلم هذا المنصب خلال الثمانية الأشهر الماضية